بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أهلا وسهلا بكم متابعي برنامج حديث الروح الشريعة الإسلامية تساير كل وقت بمعنى أنك لا تجد عملا أو فعلا من أفعال الإنسان إلا وتجد له حكما في الشريعة أفعال الإنسان لأن الحكم الشرعي متعلق كما يقول علماء بأفعال المكلفين فعل البشر هذا الفعل حرام هذا الفعل مقروه هذا الفعل مباح هذا الفعل مندوب هذا الفعل واجب هذا الفعل صحيح هذا الفعل باطل هذا الفعل لا يجزئ لا ينفع الشريعة جاءت لكل هذا ولكن الإطار الذي يحكم هذا كله هو الأخلاق لذلك قالوا من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين إذا وجدت أحدا أعلى من صاحبه في الخلق فاعلم بأن ديانته أعلى من الآخر لأن الشريعة والدين ما هو إلا أخلاق سدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومن هنا إذا استحدثت أمور جديدة كيف أتعامل معها أي أمور في أي عصر تتعامل معها من خلال الأحكام الشرعية التي هي محاطة بالقيم والأخلاق واليوم أتكلم عن شئمهم أنت وأنت تمسكونه في أيديكم طول الليل والنهار والناس جميعا قد ابتلوا بهذا الأمر وهذا موجود في عصرنا لا نتنكب ولا نبتعد عنه ولكن بل لك ليس الشأن أنه إذا وجد شيئا جديدا أن تبتعد عنه فلا تتعامل معه لا وإنما أن تقترب منه وتتعلم كيف تتعامل معه وكيف تستفيد منه أدوات التواصل الاجتماعي هذه أدوات موجودة كيف أتعامل معها؟ أتعامل معها الحلال بين والحرام بين فأفعل الحلال وأكتنب الحرام في إطار من منظومة الأخلاق بمعنى إياك أن تجعل هذا الذي تمسكه في يدك يكون حجة عليك يوم القيامة بكلمة كتبتها فيه أو بإشاعة زدت إشاعتها ونشرها أو بكلمة تكلمتها بغير حق أو حقيقة أو تجسست به على غيرك ولم يسمح لك بذلك بمعنى كيف أتعامل مع الفيسبوك؟ هو يأتيني أشياء على الفيسبوك أشياء حسنة وأشياء غير حسنة أتعامل معها كيف؟ عندك المعيار الأخلاقي المعيار الذي عند كل إنسان كل إنسان يعرف ما هو العيب والعيب يدخل في دائرة الأخلاق أتركه والشيء الحسن يدخل فأفعله فأنا لا أقول لك ابتعد عن هذه أدوات للتواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا كما يقولون لا تعامل معها ولكن إياك أن تصير في يدك هي لعبة للشيطان فتكون أيضا أنت لعبة للشيطان بأي شيء بالغيبة والنميمة وبالإشاعات ونشر الإشاعات أو نشر أشياء قد تصدم الناس أو أشياء هي مختصة بجهات معينة كالنيابة مثلا فأنا لا أنشرها حتى لا أزيد البلاء بلاء كالحوادث وغيرها ولكن انوي خيرا وعليك أن تحكم عقلك حتى لا تكون سببا في إشاعة الفوضى أو إشاعة هدم القيم والأخلاق أو هدم البيوت كم من بيوت قد سقطت وهدمت بسبب هذا الجهاز الذي يمسك في اليد وأيضا وكم ولكن للتقليل كم من بيوت قد رفعت واستمرت بسبب هذا الجهاز وهذا قليل لأنك تتكلم بالقيم بالأخلاق بالنصيحة ليس بالعنف تتكلم بالرفق إذن هذه الأدوات أستخدمها كما أستخدم أي شيء كما تستخدم التلفزيون كما تستخدم السيارة كما تكون في عملك بأدواتك كيف أستخدمها لا أستخدم أدوات العمل في أشياء أغراضي الشخصية وإنما أستخدمها للعمل وهكذا ما الذي يحكم هذا هو الإطار الأخلاقي إذا أدخلت الأخلاق في كل شيء خرجت من النفاق وخرجت من عباءة الشيطان ودخلت إلى تحت مظلة أو تحت راية أو تحت لواء الملك الخلاق وهو رب العالمين إن فعلت وتعلمت كيف تتعامل لذلك أقول لا تقول لابنك لا تمسك هذا الموبايل ولكن علمه كيف يتعامل معه علمه الأخلاق حتى إذا وجد ما يسيء يراه لا نمنعه يراه ولكن سيزيحه ويبتعد عنه لن يكتب كلمة مسيئة لأنه تربى في بيته تربى في مدرسته تربى في جامعته علموا أبناءكم الأخلاق وبعد ذلك الأخلاق تكون معيارا ومقياسا إذا مروا على اللغو أو على السوء والفساد سيمرون ويعترضون ولا يفعلون هذا الأمر ويكونون بنات مجتمع صالحين ويقابلون بصلاحهم هذا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته